ترأس صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وفد الدولة إلى أعمال قمة الرياض الخليجية الصينية لتعاون وتنمية التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة وافتتح القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية بمشاركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون للدول الخليج العربية الشقيقة إلى جانب فخامة تشي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وممثلي عدد من الهيئات والمنظمات الدولية وبحثت القمة سبلات عزيز العلاقات المشتركة في جميع المجالات وتوسيع أفاق تعاون التنموي والاقتصادي بين الجانبين